أهلا بكم ثمن المتحدثون في ورشة التمويل ومشروعات الشباب بين السياسات والقرارات التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب السوداني ثمن القرارات الرئاسية الخاصة بدعم مشروعات تشغيل الشباب داعينا إلى همية دراسة الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تنفيذ القرارات واقتراح الطرق المثلى لتحقيق أهدافها وشددت الورشة على دور الحاضنات في إنجاح مشروعات تشغيل الشباب لما توفره من حماية وضمانات للممولين وتقدمه من خدمات ترويجية وتسويقية للمنتجات وينبغي أن تتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة وتساهم في دعم مشروعات تشغيل الخريجين وحل المشكلات كاف التي تعترض التجربة تقوم فلسفة تشغيل الشباب في السودان على ربط مشروعات التشغيل بالاستراتيجيات العامة للدولة فيما يتعلق بزيادة الانتاج والتحريك عجلة الاقتصاد السوداني حيث تعد تجربة التنويل الأصغر واحدة من الركائز التي تعول عليها الحكومة في رجل الفجوة الكبيرة بين الخريجين العاطلين وتعد قضايا التشغيل والبطالة وسوق العمل من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل عقول كثير من الباحثين ومتخذية القرار والتنفيذيين وهي قضية أفسحت لها الحكومة لهذا العام مساحة كبيرة ابتداء من أعلى هرم الدولة ونزولا للمؤسسات المعنية هذه الورشة تأتي بعد أقل من أسبوع من قرار الأخرئيس الجمهورية في مدينة الأبيض يوم 2 فبراير والآن هذه الورشة توقض يوم 10 فبراير حتى يتم دراسة ومناغشة كيفية تنفيذ هذه القرارات ومدى أثرة على هذا المشروع مشروع استغرار الشباب ومدى أيضا أثرة على الاقتصاد السوداني وتأتي خطط تشغيل الشباب معززة لمفاهيم الابتكار والإبداع الشبابي وإيجاد البيئة المناسبة لمساعدة الشباب للبحث والاكتشاف وبناء رأس مال بشري يدفع عجلة التنمية والإنتاج من أجل إدراج الشباب في الاستراتيجيات والقضايا المختلفة التي تقوم على العصف الذهني للتخطيط لمستقبله هذا المشروع حتى يتم أنه ينجح بصورة مسلا تحتاج حيثا من خبران وعلمانا والمختصين بتقديم حيثا المشروعات المدروسة وكذلك أيضا تكون هناك آلية لتقييم هذه المشروعات بعد كل فترة ومدى نجاحها ومدى المعاوضات التي تكتنيفها وبعد ذلك أيضا أثرة على الاقتصاد الكل وغني عن القول إن مشروعات تشغيل الشباب تعتمد على تنمية إغطاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة العامل الحر بما يخدم خطة الدولة في تحقيق أهدافها التنموية خاصة فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي وخلق فرص عامل جديدة وزيادة الصادرات والعمل على دمج المشروعات الصغيرة في منظومة الاقتصاد القومي ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم الخبير الاقتصادي دكتور النعمان يوسف مرحبا بك دكتور أهلا ومرحبا بك وأنا سعيد بهذا اللقاء معه بداية دكتور ما هو أبرز ما تناولت الورشة من موضوعات وما هي الرؤية التي خرجت بها لتدعيم مشروعات تشغيل الشباب الورشة تناولت غرات سيدرس الجمهورية الأخيرة فيما يلي تعزز الشمولة المالي وإدماج الشباب في أدارة الانتاج من خيص الغرات المتعلقة بإحفاء التمويل الأصغر من ضرورة القيمة المضافة وكذلك تخفيض خوامش الأرباح على التمويل بالمرابحة وأيضا ارتفاع معدلات استخدام نسبة الـ 12% التي نددت بها السياسة البنك المركزي عشان ما تخصص لغطاعة التمويل الأصغر كذلك التحول للصيغة الجديدة تلبية لاحتياجات الشرائح الشبابية في إدماجهم للمشروعات الصغيرة وأخيرا الغرار الخاص بتخصيص الأراضي لاستثمارات الشباب لتنمية مشروعاته وتطويره نعم الدكتور النعمان البطالة وقلة فرص العمل من أهم المشكلات التي يعاني منها الشباب ترى ما هي فرص خطة العام 2019 في إيجاد الحلول لهذه المشكلة المتطاولة والكبيرة الحقيقة مجلس الوزراء الموقر في الأسبوع قبل الفايت تناغت في جلسة طويلة جدا مطولة تناول فيها خطة تشغيل الشباب للعام 2019 وهي كانت خطة طموحة قدمتها وزارة تنمية المواد البشرية والعمل وهدفت إلى تشغيل حوالي مليون شاب في العام 2019-2020 تبدأ بحوالي 180 ألف شاب في العام 2019 وأفردت ليها مساحة كبيرة جدا من السياسات والإجراءات والغرارات الكفيلة بإنفاز هذه الخطة إلى أرض الواقع ولعل غرارة السيد الرئيس تأتي في إطار تعزيز هذه الجهود ودعم هذه الخطة لإنزالها إلى أرض الواقع دكتور النعمان ما زال هناك العديد من الشباب الذين يعانون في سبيل الحصول على فرص عمل ما هي جهود الدولة في معالجة هذا الأمر؟ طبعا تشغيل الشباب هو بالتحكيد لا بد من التوسع في مواعين استيعاب الشباب العاطنين عن العمل والبحثين عنه سواء كان في مجال التوظيف في الغطاعين الخاص والعام وإن كان داء ما بيأخذ نسبة كبيرة جدا من العطالة وإنما يمتصها التشغيل الذاتي والاستخدام الذاتي في المشروعات الصغيرة والصغرى والمتوسطة فبالتالي لا بد للدولة أن تتجه إلى دعم الفرص بتاع التشغيل في المشروعات الصغيرة والصغرى والمتوسطة من خلال إقامة كيانات أو آليات تعنى بهذا الغطاع الكبير الواسع والذي بيشمل تقريبا حوالي 93% من شريحة الباحثين عن العمل وهو الوعاء الكبير الذي يستوعب هذه الطاغة البشرية الكبيرة من الشباب والباحثين عن العمل من خلال إقامة أجهزة أو آليات تعنى بتنمية وتطوير الأعمال الصغيرة والصغرى والمتوسطة نعم الدكتور بن عمل هذا يقود لنقطة أخرى ما هو الوضع الحالي واتجاهات التشغيل وسوق العمل والسكان في سودان طبعا الناظر للحالة الاقتصادية والوضع الراهن والاختلاصة الحاصلة فيه فرص تولد العمل بتبقى محدودة وضعيفة جدا خاصة في الغطاع الحكومي والدولة بتسعي إلى خلق جهاز حكومي رشيق إضافة إلى أنه الغطاع الخاص موسوم بأنه ما زال نمطي إلى حد كبير ويقوم على النظام الأسري أو العائلي فدي فرص استيعابه للعمالة بتبقى محدودة ولكن يجب أن تتجه الدولة إلى العمل الحر وريادة الأعمال ودي هي الفرص الوحيدة المتاحة للشباب عشان يمشي فيها ومن حسن الطالع أنه مجموعة الشباب الآن بدت فعلا تنحى منحى العمل الحر لعادة الأعمال وبدت تنشي مشروعات وأعمال صغرى تستوعب عدد كبير جدا من طاقة الشباب وتوطلق فرص عمل كبيرة وتزيد من الدخل بالنسبة للناس إلا أنها تحتاج في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إلى إسناد من قبل الدولة ومن المجتمع المدني ومن الغطاع الخاص عشان ما ينهض بهذه المشروعات من خلال إقامة حاضنات للأعمال الصغيرة ومن خلال إقامة مراكز للإنتاج وكذلك منح كثير جدا من الإعفاءات والتسهيلات لهذه الكيانات عشان ما تتطلع بدورة في توفير فرص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نعم دكتور النعمان في هذه الدولة مؤخرا تم توقيع اتفاقيات عدة من الدول وهناك مشاريع استثمارية كثيرة ما هي فرص شباب في هذه المشاريع التي تم توقيعها مع عدد من الدول بالتأكيد طبعا المشاريع الاستثمارية الكبيرة للاستثمار الأجنبي في السودان يفترض أنها توفر فرص عمل ودشرتني من شروط إعطاء التصريح والتصديق بالعمل في السودان إلا أن المتابع لهذه المسألة والمقيم لها بلقي أنه فرص العمل محدودة التي بتخليقها هذه الاستثمارات نتيجة لأنها تتجه لكسافة رأس المال على حساب كسافة العمل فبالتالي فرص توليد العمل عندها تظل محدودة وتظل ضعيفة ومن ثم يجب توجيه هذه الاستثمارات في الغطاع الزراعي لأنه يحتاج لفرص عمل كبيرة وكذلك الغطاع السياحي لأن الغطاع السياحي والغطاع الزراعي هم أكثر غطاعين ممكن يولدوا فرص العمل لأنه يحتاج لعمالة كبيرة في مواعين متعددة خاصة السياحة يعني السائحة الواحد يخدمه 26 وظيفة فبالتالي السياحة ممكن تكون معون كبير جدا لتوفير فرص العمل ونحن عندنا موارد سياحية ضخمة جدا سواء كان في الآسار أو في الموارد المائية أو حتى في السياحة الطبيعية وما إلى ذلك يعني فهي فرص كبيرة لأنه الاستثمارات تتوجه إلى هذه الغطاعات وبالتالي تدعم الاقتصاد الكل في توليد فرص العمل الجديدة بالنسبة للشبه نعم دكتور النعم من جهة أخرى ما هي انعكاسات العمال الوافد على سوق العمل السوداني وهل هناك إحصاءات وبيانات للقوى العاملة في دراسات بتدعمل طبعا لمسحل سوق العمل لكن إن دراسات كانت قديمة شوية وبالتأكيد طبعا العمالة الأجنبية بتأثر سلبا على توظيف العمالة المحلية وبتخلق جوزه نوع كبير جدا من البطالة وسط شراح المجتمع المحلي لأن العامل اللي بيجي من بره أكيد بيجي بمهارات وإمكانيات وبيجي بدوافع كبيرة وكل جهده وزهنته بتنصب إلى العمل نعم بينما العامل المحلي بتكتنف كثير جدا من الظروف الحواليه والبيئة اللي بيعيش فيها النواحي الاجتماعية النواحي الاقتصادية حتى مثل المهارات والإمكانيات ما بتكون بالقدر اللي بيجي بهه العامل من بره لأنه ذلك بيكون عامل موهل وإلا ما كان استجلبوه من الخارج فهي بالتأكيد عندها أسارة سلبة على العمالة المحلية ويجب أن يكون فيه خطة للتوازن هذه المسائل ما بين العمالة الأجنبية والعمالة الوطنية نعم دكتور النعمان أخيرا هل يجد القطاع الخاص الدعم والتحفيز للإسهام في سوق العمل واستقطاب الكوادر السودانية السودان عنده غانون الاستثمار مشجع جدا للغطاع الخاص نعم إلا أنه ما زال غزان الخاص لم يتطلع بدوره الكامل لظروف قد تكون خاصة به بالنمطية الاستثمار نمطية الاستثمار الأسري ظروف الاقتصادية التي تكتنف السودان تحدد كثير جدا من حركة الاقتصاد في الغطاع الخاص ولكن نأمل أنه الآن بدت تتجه كثير جدا من الاستثمارات الوطنية إلى أعمال رائدة وكبيرة وتستثمر في الغطاعات حيوية نأمل أنها تكون تسهم بشكل كبير في أن الدولة تلتفت إلى خلق الشراكات زكية ما بين الغطاع الخاص والغطاع العام وتده المساحة الكبيرة التي تخليه أنه يقدر يدير دائرة الاقتصاد ونصل للنسبة المحددة للغطاع الخاص لكي يدير بها الاقتصاد القوبي في السودان والتي تتعادل من 60% إلى 80% طبعا دي مفتوط حصة الغطاع الخاص في دارة الاقتصاد القوبي نعم شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي دكتور النعمان يوسف كنت معنا في الحدث الاقتصادي شكرا جزيلا شكرا جزيلا ننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار ولايات الاقتصادية